يقول لك اي شي بلاش كثر منه كثر منه هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزر لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن موضوعين مهمين جدا ورح يفيدونكم بنسبة 100% في الالاين طبعا اول موضوع رح نتكلم عن مكان جديد لما تروح لهذا المكان رح تحصل جميع انواع الادوية اللي في اللعبة جميع انواع المشروبات اللي ممكن تحلم بيها طبعا هذه المشروبات انت تقدر تشتريها من المحلات لكن اسعارها رح تكون غالية يعني 10 دولار وانت طالع يعني غالية جدا جدا وانت رح تحصلها بلاش وبدون اي تعب وبطريقة جدا جدا سهلة الموضوع الثاني رح نتكلم عن خريطة خريطة تقدر تفكها في جوالك وهذه الخريطة رح تقول لك على جميع احتياجاتك في اللعبة او في الالاين يعني مثلا انت بغى رصاص اختار رصاص من القائمة وفي الخريطة هذه رح يقول لك اللي هو مكان الرصاص وانت تتوجه له على طول اي شي تبغى رح تحصله في هذه الخريطة فرح نكلمكم عن هذه الخريطة وراح اعطيكم رابطها وراح اشرح لكم طريقتها فيلا نخش في المقطع بالنسبة لموقع المكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من مدينة رودز ومدينة السان دينيس وتحديدا في منطقة الكالقهال وفي هذه المنطقة كلها رح يكون اللوت العظيم حقنا والمكان المنشود طبعا بالنسبة لشكل المكان رح يكون زي كذا زي ما تشوفون في الجيم بلاي رح يكون في مجموعة من البيوت وجب هذه البيوت رح يكون في مجموعة من المواطنين فالمواطنين هذولا هم سر المهنة المواطنين هذولا هم اللي رح يكون معاهم جميع انواع الادوية وجميع انواع المشروبات وجميع انواع الدخاخين ها الدخان جمع دخان دخاخين ما شو لي ها؟ عرفتوا كيف؟ فراح يرسبن هنا مجموعة كبيرة من الاشخاص اللي انت تقدر تقتلهم وتاخذ لوتهم طبعا افضل وقت انك تجي لهذا المكان في الصباح دائما تعالي الصباح هنا ورح تحصل مجموعة كبيرة من المواطنين ومجموعة كبيرة من المزارعين في المزارع وتقتل المواطنين والمزارعين ورح يعطونك لوت يعطونك مثلا مونشاين ميريكل تونيك يعني والله يا جماعة يعطونكم ادوية مرة قوية ومرة غالية يعني انا في احد المرات اخذ تل دواء يعبي لي جميع قدراتي يعني ديد اي ستمينا الهيل يعبي لي اعفل ويخليها ايضا صفرة فصراحة مكان مهم جدا ايضا ورا هذه البيوت رح يكون في مجموعة كبيرة جدا من المزارع واللي رح يكون فيها ايضا مزارعين تقدر تقتلهم طبعا افضل وقت تجي لهذا المكان رح يكون في الصباح الباكر يعني تجيهم من ستة الصباح وتستلمهم جلد الين ستة المساء تاخذ ادوية تاخذ مشروبات وغيرها فافضل وقت انك تجي للصباح ليش صالح لانه في مزارعين يشتغلون في الصباح وهذا هو المزارعين معاهم اغراض قيمة سواء كانت مشروبات فلوس او حتى ممكن احيانا تحصل اللي هو معاهم ديناميت وفاير باتل اللي هو قنابل حارقة طبعا انت قتلهم بالطريقة اللي تعجبك سواء بالسكين بالسلاح بيدك باي شيء لكن لما تستخدم معاهم اسلحة المواطنين رح يروحون يبلغون الشرطة والشرطة تجد قروشك والى اخره انا افضل طريقة عندي صراحة اني اجل هذا المكان واجلد المزارعين جلد بيدي بكوس استلمهم بكوس 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 عشان ما يموتون بس صرهم اللي هو نك وانت تقعد اللي هو تلوتهم وتجمعهم لانه لما تقتلهم ما يتطلع معاك اللي هو الاشياء القيمة لكن لما تبكسهم رح تاخذ اشياء رهيبة وترسبل معاك الادوية الرهيبة طبعا تقدر تجمع بشكل لا نهائي طبعا انا اطلعت من هذا المكان يعني فل الفل معايا الادوية عشرين من كل شيء بدون ما ادفع ولا هللة وهذه الادوية يعني تفيدك جدا في الحروب وفي المهمات وغيرها نوع الاشي يا ابوي انها بلاش ايش خسران قل لي ايش خسران بلاش يا ابوي اشيل بس الاشخاص في هذا المكان رح يكونون ثلاثة انواع اول شيء اللي هو المزارعين والمزارعين رح يعطونك اللي هو ادوية واشياء قيمة عندك النوع الثاني رح يكون اللي هو النساء والحريم والنساء رح يعطونك اللي هو يا ادوية يا مجوهرات نعم في هذا المكان لما تجد عند الحريم وتكتلهم رح يعطونك اللي هو مجوهرات او رح يعطونك ادوية النوع الثالث والاخير رح يكون اللي هو حراس المزرعة وحراس المزرعة مسلحين فبالتالي رح يعطونك اللي هو فلوس واحيانا يعطوك رصاص وأحيانا يعطونك الواء الديناميت وفاير باتل أو القنابلة الحارقة طبعا لما تيجي هذا المكان في الليل ما راح تحصل المزارعين يزرعون ولا راح تحصلهم موجودين لأنه الليل وما يجون إلا في الصباح فقط فإذا جيت في الليل راح تحصل المواطنين في هذا المكان أو في سلسلة البيوت هذه زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح تيجي عندهم تجندهم جل وتأخذ أدويتهم فإذا جيت في الصباح دائما ركز على المواطنين وإذا جيت في الليل دائما تعالي هذه السلسلة من البيوت وراح تحصل الناس والمواطنين أقتلهم واخذ أغراضهم وعشان تخليهم رسبلون مرة ثاني بعد من المنطقة أو بعد من البيوت هذه وارجع لهم تحصلهم موجودين ومرسبلين أجلدهم رايح جاي بكذا يكون خلصنا الموضوع الأول يلا ننتقل للموضوع الثاني بالنسبة لموضوعنا الثاني زي ما قلت لكم خريطة راح توفر لكم جميع احتياجاتكم بلاش 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 وبدون ما تدفعون أي دولار واحد طبعا الخريطة راح تكون إن شاء الله في خانة الوصف أنزلوا داهموها وخشوا على الخريطة واستفيدوا منها طبعا شرح الخريطة بكل بساطة راح تفغط على هذه الأيقونة وهذه الأيقونة راح تطلع لك جميع الأنواع أو جميع الأشياء اللي ممكن تأخذها من هذه الخريطة على سبيل المثال أنا والله شخص أبى رصاص شدقن راح أختار من هذه القائمة رصاص الشدقن بعدها ورح تظهر لك في الخريطة جميع أماكن رصاص الشدقن فإن تروح على Red Dead Redemption Online سوي Start Map وبعدها حدد على نفس المكان وتوجه له ومئة بالمئة راح تحصل رصاص شدقن والله مثلا أبغى رصاص سنايبر أو رايفل من القائمة أختار رصاص رايفل وبعدها على طول راح تحصلها مرسبنا في الخريطة على طول رح لها دعس والشيء الحلو أيضا أنك تقدر تختار يعني أكثر من نوع مرة وحدة يعني مثلا تقدر تختار رصاص الريفولفر ورصاص الشدقن ورصاص البستول ورصاص مثلا السنايبر ورصاص مثلا الشدقن كلها تقدر تختارها مرة وحدة وتحط عليها إكسات وعلى طول راح يظهر لك جميعها وجميع أماكنها في الخريطة فأنت راح تتوجه أيضا من هذه الخريطة تقدر تاخذ الرصاص القوي يعني اللي هو الإكس بريس والهاي فلوسيتي طبعا هذه ما راح تنفك معاك إلا الفال عالية يعني 40 وانت طالع لكن انت تقدر تأخذها بلاش من هذه الخريطة مثلا يعني تختار اللي هو الهاي فلوسيتي ريفولفر عيمو راح تحط عليها الصح وعلى طول راح يظهر لك في الخريطة مكان اللي هو الرصاص الهاي فلوسيتي للريفولفر فرح تتوجه له فصراحة حركة جدا جدا رهيبة ويعني عشان تريح نفسك من هارجة الرصاص كاملة حط صح على جميع أنواع الرصاص سواء كان هاي فلوسيتي إكس بريس ولا عادي وبعدها راح يرسبلك جميع أنواع اللي هو الرصاص في الخريطة فانت تختار منها اللي يعجبه طيب إذا كنت شخص والله أبغى أكل فتقدر تحصل الأكل أيضا من هذه القائمة مثلا يختار اللي هو الكاند ميت الكاند فروت الكاند فيجيتابل شيز أبل مثلا ولا ولا جزر ولا يعني راح تحصل جميع الأشياء اللي تبغاها في هذه الخريطة أيضا في هذه الخريطة ترى تقدر تحصل مجوهرات نعم المجوهرات موجودة في هذه الخريطة راح تختار اللي هو الجيلوري وتحط عليها الصح بعدها على طول راح تحصل الجيلوري رسبنت وتقدر تروح لها وتاخذها بشكل لانهائي أيضا تقدر تاخذ مثلا أدوية تبقى الهورس ريفايفر راح تحصل موجود مثلا هو الأوبل أوبن ميريكل تونيك راح يكون موجود المونشاين راح يكون موجود كل شيء كل شيء تبغى راح يكون موجود والشيء الحلو صراحة في الخريطة أنه بعض الأحيان تروح لشيء معين تخش البيت تحصل أغراض ثانية زيادة يعني أنا مرة أحد المرات رحت بس أبغى السجارة عشان تعبيل الدد آي حصلت أكل مليان في البيت حق السجارة فيعني أنت تروح لشيء معين تحصل أشياء ثانية طيب أكلمكم عن نفسي أنا وطريقتي في استخدام هذه الخريطة مثلا إذا كنت أبغى أكل عرفت كيف أفك الخريطة وأحط جميع أنواع الأكل بعدها أشوف إيش أقرب واحد لي وأروح للمكان وأخذ الأكل والأغراض الموجودة عنده فزي كذا تبغى رصاص حط جميع أنواع الرصاص من القائمة وطالع أقرب واحدة ليك وروح لها واستفيد منها عرفت كيف أنا صراحة أستخدمها زي كذا واستخدمها زي كذا لأنها صراحة أفضل طريقة ممكنة عشان أثبت لكم فعلا أنه والله الخريطة صادقة اخترت من الخريطة السيجار وقال لي راح يكون في هذا المكان توجهت لهذا المكان والله فعلا حصلت السجاير موجودة أخذتها وضعي تمام والمكان الثاني برضو كان كذلك مرة ثانية قلت أبغى أكل قال لي والله ترى الأكل راح يكون موجود في هذا المكان رحت والله فعلا الأكل موجود والشيء اللي اخترته من القائمة كان موجود إضافة لها مجموعة كبيرة من الأغراض الثانية اللي راح تفيدك فالخريطة يا جماعة جدا مهمة وراح توفر لك احتياجاتك بلاش طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لا يجيكم هدى الآن وفاعة لطولها يلا سلام عليكم شكرا